الطلب الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه هي المحاضرة الأولى من مصاق القانون الدولي العام في الحقيقة قبل ما أبدأ طبعا بالحديث عن المصاق وموضوعاته بشكل عام وقبل أن أبدأ بالمحاضرة الأولى بحب أتكلم عن التقييم لهذا المصاق بشكل عام زي ما أنتم عارفين التقييم بالنسبة لهذا الفصل سيكون عبارة عن تقييم مقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى من التقييم سيكون عن أعمال نصف الفصل المجموعة الثانية ستتعلق فقط بأعمال نهاية الفصل بالنسبة للأعمال الأولى نصف الفصل سيتخلى لها تقريبا تكليفان أو أكثر لكن غالبا تكليفان التكليف الواحد سيكون بعشرين درجة التكليف الأول عشرين والتكليف الثاني من عشرين المجموعة أربعين سيتساءل بعض العشرة الأخرى أين سيكون موقعهم للأعراب في الحقيقة سيتم منح العشر درجات وفق لكشف ستزودنا بها الكلية هذا الكشف سيتضمن أسماء الأشخاص الذين سيشاركون في نشاط ستقوم الكلية بالإعلان عنه لاحقا إذا شارك الطالب بهذا النشاط وتسجل اسمه في الكشف وإيجانة لكل مدرسين طبعا الفصل الصيفي أيا كانت المادة فبيكسب العشر درجات إذا لم يشارك طبعا بدهش تكاء كبير طبعا بيخسر العشر درجات فكل الطلاب مدعوين للمشاركة بهذا النشاط اللي ستعلن عنه الكلية لاحقا أنا لا علم لي الآن إيش طبيعته ولكن ستعلن عنه الكردية لاحقا وبهيك بكون عندي مجموع الأعمال الأولى من خمسين درجة إذن الخمسين درجة هي عشرين للتكليف الأول عشرين للتكليف الثاني وعشر درجات للنشاط الذي تكلمت عنه قبل قليل نفس الآلية ستتبع في الفصل الدراسي الثاني بمعنى هيكون برضو فيه عفوا مش الفصل الدراسي اللي هو نهاية الفصل الدراسي الصيفي هيكون فيه خمسون درجة عشرين درجة للنشاط الأول وعشرين درجة للنشاط الثاني اللي هو غالبا هيكون اكوز اختبار إلكتروني يعني بحسب ما تدعو إليه الحاجة والعشر درجات الأخرى أيضا ضمن نشاط ستتكلم عنه الكلية لاحقا يعني النشاطات اللي أنا بتكلم عنها مجموعة عشرين درجة فالطالب يحرص على أنه يشارك فيها غالبا هي حتكون مسائل يعني ستشاركون فيها مع العيادة القانونية في أنشط تنفذ خارج أسوار الجامعة لكن التفاصيل مش عندي المهم أن تعرف أنه في عندك عشرين درجة عشر عن النصفي وعشر عن النهائي بيد الطالب أن يحصل عليها من خلال مشاركته في النشاط الذي سيعلن عنه هذا بالنسبة للتقييم عشان نكون واضحين من البداية وبدون أن يكون فيه أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع فحبت أوضحه من البداية المساق بتكلم عن القانون الدولي العام وهو الجزء الأول حقيقة من القانون الدولي العام يعني أنا مش هتحدث عن أشخاص القانون الدولي العام ولا هتحدث عن فروع القانون الدولي العام أنا هتكلم عن القانون الأم وسأتحدث فيه عن ما هيتي هذا القانون يعني تعريف القانون الدولي العام إشخاص القانون الدولي العام تمييزه عن غيره كيف بميز القاعدة الدولية عن غيرها من القواعد وعن العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي ثم بعد ذلك بدأتكلم عن مصادر القانون الدولي العام وهو أهم الموضوعات حقيقة في هذا الفصل الدراسي بدأتكلم عن المعاهدات الدولية كمصدر رئيسي وأساسي عن العرف الدولي وغالبا هم أكثر مصدرين هياخدوا وقت مني وجهد كبيرين في الشرح أما ما عدا ذلك من الأمور فحقيقة أنا رح أشرحها بطريقة سلسة وسريعة وحتكون عن باقي مصادر القانون الدولي العام الأصلية بالإضافة إلى المصادر الاحتياطية يعني موضوعي كله في هذا المصائق حيكون عن ماهيط القانون الدولي العام إيش هو القانون الدولي العام تعريفه مصادره وخصائصه ومصادر القانون الدولي العام أولا نكتب سؤال وطبعا اللي بدي يكتب معايا بيكون أوجز كل النقاط ومش هيحتاج أنه يرجع لأي كتب اللي بدي يبدو الكتاب عشان بعرفش يقرأ إلا من كتاب ممكن يلاقي كتابي طبعا موجود في مكتبة الطالب اسمه القانون الدولي العام الجزء الأول الطلب الأعزاء أول سؤال لدينا هو ما المقصود بالقانون الدولي العام تعريف القانون الدولي العام أول شيء نطفق عليه أنه لا يوجد تعريف محدد وموحد بالنسبة للقانون الدولي العام تعددت التعريفات التي قال بها الفقه للقانون الدولي العام فالبعض يقول بتعريف موجز والآخر يقول بتعريف مطول حتى عناصر هذه التعريفات مختلفة عن بعضها البعض ويرجع هذا الاختلاف إلى جملة من العوامل فقبل ما أتكلم عن تعريف القانون الدولي العام واخرج لي من هذا البند ثلاث أسهم السهم الأول هيك طلعوا من دائرة مكتوب فيها العوامل المؤثرة في القانون الدولي العام يعني أرسم دائرة واكتب العوامل المؤثرة في تعريف القانون الدولي العام أخرج منها سهم جهة اليمين أكتب العامل الأول الحقب الزمنية وأخرج سهما آخرا من جهة اليسار وأكتب فيه أشخاص القانون الدولي العام يعني العامل الثاني هو أشخاص القانون الدولي العام أما العامل الثالث فأخرج سهما باتجاه الأسفل واكتب العامل الثالث المؤثر طبعا بالقانون الدولي العام وتعريفه هو مصادر القانون الدولي العام شوف عليها هذول ثلاث محاور مهمين جدا بأثروا شكل كبير في تعريف القانون الدولي العام أول سهم أخرجناه جهة اليمين وأول عامل هو الحقبة الزمنية الحقبة الزمنية دايما التعريف بتأثر بالوسط الاجتماعي والفترة الزمنية اللي بعيش في معرفي الشيء يعني أنا أعطيك مثاله بعد هيك أعطيك كيف تأثير الحقبة الزمنية كان على تعريف القانون الدولي العام زمان لما فقهاء القانون الجنائي أنا أتكلم عن فترة الثمانينات ما قبل الثمانينات قالوا لهم تعالوا حطوا بند متعلق بتجريم جريمة السرقة فطبعا المشرع راح جرم جريمة السرقة من خلال البند اللي بقول إنه كل شخص أخذ مالا منقولا مملوكا للغيري بني التملوكه يعتبر سرقا وتعتبر هذه الجنحة ويعاقب عليها القانون بحط رقم العقوبة عدد سنواته أو أشهره إذن واضح إنه التعريف في فترة ما قبل الثمانينات كان بيقول لي إنه السرقة هو إنه يجي واحد يأخذ مالا منقولا مملوكا للغير وأكيد المشرع في فترتها كان بيقصد بالمنقول الشيء الحسي المادي يعني إنه واحد يسرق فيزبت واحد يسرق سيارة واحد فلاحظ اللي خلاني أقول هذا الكلام إنه الفترة الزمنية اللي كانوا عايشين فيها هي اللي فرضت وجود مثل هذا التعريف لأنه أكيد السرقة حتكون يعني شيء واقع على الماديات المنقولة الملموسة المحسوسة يعني تينجبل طيب اليوم إجي المجلس التشريعي بدو يحط قانون عقوبات جديد بدو يحط تعريف لجريمة السرقة تيجي تقولي إنه بدو يروح يحط تعريف لجريمة السرقة بنفس المدلول أو نفس التعريف اللي كان موجود قبل خلينا نقول إنه حطنا بند بيقول إنه السرقة في عصر الـ 2020 هي عبارة عن كل من أخذ مالا منقولا ماديا مملوكا للغير بنية تملكية طيب وبالنسبة للأشخاص اللي بيسرقوا الانترنت هل المنقول اللي أنا بتكلم عنه الآن منقول حسي أو مادي يعني هو مش فاهم أنا طيب بالنسبة لسرقة الكهرباء هل النص هذا بيشملها صراحة طبيعي جدا إنه النص غير قادر على استيعاب مثل هذه الحالات ليش؟ لأنه فيه تطور يجعل مثل هذا التعريف قاصر عن إنه يشملهم شانهيك لما بدي أحط تعريف بدي أحط تعريف وأطور فيه في هذا التعريف بما ينسجم مع الواقع الجديد الموجود عندي فطبيعي إنه التعريف بدو يتغيره لضله ثابت أكيد بدو يتغير لماذا تغير؟ تغير بتغير الحقبة الزمنية إذن الحقبة الزمنية بتلعب عامل كبير ومؤثر في تغير التعريف فالتعريف في حقبة قديمة حيختلف عن التعريف في حقبة جديدة إيش علاقة هذا بتعريف القانون الدول العام؟ قانون الدول العام لما إجوا وعرفوا زمان غير عن ما إجوا وعرفوا في الوقت الحالي وأعطيك مثال زمان اللي كان مسيطر على العالم لما كان فيه حاجة اسم قانون الشعوب زمان تدرسه بتاريخ النظم القانونية كان المسيطر على العالم الدول الأوروبية المسيحية وما عدا ذلك يعتبر أناس غير مؤثرين في العالم أصلا فكان العالم قاصر على مثل هذه الدول الأوروبية المسيحية فلما إجوا الناس يعرفوا القانون الدولي في هذا الوقت قالوا لهم عرفون القانون الدولي العام قالوا القانون الدولي العام هو عبارة عن القانون النظم للعلاقة بين الدول المسيحية الأوروبية طب وفاقي الدول لا تدخل من هذا المفهوم ما الذي جعل هذا التعريف بهذا الشكل السطرة الزمنية يعيشها القانون الدولي العام في ذاك الوقت طيب اليوم ايش صار تعريف القانون الدولي العام لو يمسكنا اني واحد متخصص قانون يعني خريج قانون وقلنا له ايش متذكر عن تعريف القانون incluso وقل لي والله وابار عن القانون المنظمة العلاقات بين الدول برافو ازال من هذا التعريف كلمة الدول المسيحية الاوروبية قال هو وابار عن قانون منظمة علاقات بين الدول طب وبالنسبة المسيحية الأوروبية تغيرت موازين القوة لم تعد العالم يسود السيطرة المسيحية الأوروبية اليوم صار العالم فيه من الدول ذات مشارب مختلفة وديانات مختلفة كلها على قدم وساق كل هذه الدول من الناحية النظرية طبعا أنا بقولش من الناحية الفعلية تتمتع بذات القدر من السيادة لا فضل لدولة على أخرى فهذا أثر في التعريف خليه يتغير من تعريف بيشمل فقط على الدول المسيحية الأوروبية إلى تعريف بيشمل جميع الدول لاحظ ما الذي أثر في هذا التعريف تغير الحقبة الزمنية عشان هيك أنا قلت لك أول العوامل المؤثرة في تعريف القانون الدول العام العامل الأول هو الحقبة الزمنية نيجي للسهم الثاني الذي سحبناه جهة الإيصار قلنا العامل يؤثر في القانون الدولي العام الثاني وهو أشخاص القانون الدولي العام أو نسميه أشخاص المجتمع الدولي أشخاص المجتمع الدولي لو أنا سألتك مين هم الأشخاص في المجتمع الدولي بعض الناس اللي احنا بنسميهم الفقهاء التقليديين زمان لو قلنا لهم مين أشخاص القانون الدولي العام هاي يقول للدول هاي تيش يقول له طب هو المنظمات الشركات متعدد جنسيات الفرد نفسه يقول لك لا هدولة لا يعتبروا من أشخاص القانون الدولي العام مش من أشخاص المجتمع الدولي مجتمع الدول يسمي بهذا الاسم حتى اسمه دولي يعني هو قاصر على الدول فقط فهو مقتنع بأنه الشخص الوحيد من أشخاص القانون الدولي العام هم الدول فقط فلو قلنا له عرف لي يا باشا ما هو تعريف القانون الدولي العام هي يقول لك القانون الدولي العام هو عبارة عن القانون النظم للعلاقة ما بين الدول مجموعة القواعد اللي بتنظم العلاقات بين الدول ما قليش بين الدول وغيرها من الأشخاص ولا قال للدول والمنظمات قال الدول بس السبب هو أنه يؤمن بأن الشخص الوحيد من أشخاص القانون الدولي العام هو الدول هذا تقليديا بقيت المدارس وعلى رأس المدرسة الفرنسية المدرسة الاجتماعية الفرنسية مدرسة شارل روسو وشان جاك روسو وغيرهم يقولون بأن المجتمع الدولي لا يجتمل فقط على الدول يعني الشخصية مش قاصرة على الدول ها اش بيشمل؟ بيشمل دول منظمات دولية بيشمل الأقليات بيشمل دولة دينية زي دولة الفاتيكان تعتبر ذات شخصية مستقلة الكرس الرسولي أو البابوي حتى أنه بيشمل الفرد نفسه بل أن الفرنسيين بيعتبروا الفرد هو الشخص الأول من أشخاص القانون الدولي العام ليه؟ لأن الفرد هو اللبنة الأساسية للدولة لو لاه ما وجد الدولة لأن الفرد هو اللي بيشكله عنصر الشعب والشعب هو اللبنة أساسية أو عنصر أو ركن من أركان الدولة فبالتالي بيعتبروا الفرد هو أهم من الدولة حتى هو شخص من أشخاص القانون الدولي العام إذن الأشخاص بالنسبة للمدرسة الحديثة ليسوا فقط الدول بل دول ومنظمات وغيرهم شركات متعدد جنسيات وإلى آخره فلو قلنا لهم حطونا تعريف للقانون الدولي العام بحسب الأشخاص اللي بتعتبروهم من أشخاص القانون الدولي العام حيجي يقولوا وفقا لإيماننا بأن أشخاص القانون الدولي العام ليسوا الدول فقط فإن تعريفنا سيكون مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين أشخاص المجتمع الدولي ما هو الفرق بينه وبين التعريف التقليدي إنه ما قال ليش بين الدول وسكت قال لي أشخاص المجتمع الدولي لأنه المجتمع الدولي فيه أكثر من شخص مش بس الدول فيه منظمات وشركات متعدد جنسيات وأفراد وأقليات وغير ذلك من الأمور إذن هدول الناس تعريفهم اختلف عن التعريف التقليدي بحسب إيمانهم بمن هم أشخاص المجتمع الدولي وحط تحت خط عشاني قلتلك أشخاص المجتمع الدولي هم العامل الثاني المؤثر في تعريف ماذا؟ في تعريف القانون الدولي العام أتمنى أنه تكون أمور واضحة حتى الآن العامل الثالث المؤثر في تعريف القانون الدولي العام وهو الذي سحبناه في سهم إلى أسفل قلنا مصادر القانون الدولي العام أو من أين يأتي القانون الدولي العام بقواعده شوه المصدر شوه المنبع اللي منه بتيجي قواعد القانون الدولي العام القانون الداخلي مصادره الداخلي أنا بتكلم اللي درسناها في المدخل التشريع العرف ببادئ العامل القانون الشريع الإسلامية وزائد المصادر الاحتياطية أراء الفقه والسوابق القضائية الأخرهي تكاد تتشابه معها مصادر القانون الدولي العام مع اختلاف فكرة أنه فيش تشريع لأنه ببساطة فيش سلطة تشريعية في المجتمع الدولي وإنما فيه حاجة اسمها المعاهدات الدولية اللي بتحل محل التشريع كمصدر مكتوب يعني ففي عندي مصادر للقانون الدولي العام هي المعاهدات العرف الدولي مبادئ العامة للقانون أراء الفقهاء قرارات المنظمات الدولية وعدد كتير مصادر مش بصدد تعدادهم الآن كلهم لكن أهم شيء نعرف أنه فيه مصدرين أساسيين العرف والمعاهدة بعض الناس بتقول أنه المصدر الوحيد من مصادر القانون الدولي العام هو المعاهدة باعتبارها الأكثر وضوحة أنه مكتوبة ولا مجال للخلاف فيها فلو قلنا لهم عرفوا لنا يا أصحاب فكرة المعاهدة القانون الدولي العام هيقولوا أنه القانون الدولي العام هو عبارة عن المجموعة من القواعد الاتفاقية أو التعاهدية المكتوبة اللي بتنظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي أو الدول فلاحظ التعريف مجموعة القواعد الاتفاقية ينكونوا بقولي القواعد اللي بتنظم العلاقات بين الدول مش أي قواعد قواعد اتفاقية لازم تكون باعتبر ان المصدر الوحيد هو الاتفاق او المعاهدة يعني في حين جانب اخر من الفقه بقول ان مصادر القانون الدولي العام مش بس معاهدات فيه اعراف فلما بعرفوا القانون الدول العام يقول لي مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية اذا اضاف على التعريف السابق كلمة العرفية ليه لانه يؤمن بان العرف مصدر مهم من مصادر القانون الدولي العام بل باعتبروه اهم من مصادر المكتوبة اهم من الاتفاقية ليه لانه هو المصدر الراسخ والموجود مسبقا على وجود صابقا على وجود طبعا المعاهدة الدولية فعشانك حتى في تعريفه مجربوه وقدموه على كلمة الاتفاقية فقال لي هي عبارة عن مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية اللي بتنظم العلاقات بين الدول اضافة واضح جدا انه اختلاف الفقهاء بخصوص ما هي مصادر القانون الدولي العام الحقبة الزمنية اشخاص القانون الدولي العام ومصادر القانون الدولي العام افضل التعريفات هو تعريف الذي قال به الدكتور سامي عبد الحميد قال قانون الدولي باختصار هو قانون الجماعة الدولية لاحظ قال لي قانون الجماعة الدولية كلمة قانون يعني سواء كان عرف ولا اتفاق ما ميزش والجماعة الدولية يعني كل اشخاص القانون الدولي العام سواء كانوا دول ومنظمات ايا كان فهو قانون الجماعة الدولية وانا اتفق مع هذا التعريف إن كنت تتفق أنت كطالب أو طالبة مع تعريف آخر فتؤيده ولكن عليك أن تقدم أسانيدا وأدلة على ما تتفضل فيه هذا إذا جاءك سؤال عن تعريف القانون الدول العام خصائص القانون الدول العام المحور الثاني من محاضرتي أتمنى أني أخلصه بدقة معدودات خصائص القانون الدول العام جماعة أول خاصية من خصائص القانون الدول العام يعني هو سؤال ما هي خصائص القانون الدول العام خاصية الأولى أنه قانون متعدد الفروع أو ممكن تقول عنه قانون متشعب قانون كثير الفروع أي أن كان المهم أنه فيه كثير من الفروع قانون الدول العام عامل زي قانون الأم وبيطلع منه فروع مختلفة زي القانون الداخلي فيه عندي القانون الأم يعني كفكرة فكرة قانون لكن بتشعب لقانون جنائي قانون مدني وإلى آخره قانون الدولة بذاته قانون الدولة العام قانون أم بتشعب منه فروع كثيرة كلها تاب على القانون الدولي العام كلها تدور في بحر القانون الدولي العام يعني أنت رسمت دائرة هيك وحطت فيها كلمة القانون الدولي العام حتطلع بأسهم جانبية كتير منه كل فرع من هذا الفروع اللي حتطلع في أسهم بتعالج مسألة من المسائل الموجودة في المجتمع الدولي كلما تطور المجتمع الدولي وأوجد فكرة جديدة أو ظهرت ظاهرة جديدة حتلاقي أنه في فرع جديد للقانون الدولي العام بده يطلع عشان يناقش هذا الموضوع ففي عندي مثلا القانون الدولي لحقوق الإنسان قانون متخصص فقط بموضوعات حقوق الإنسان حرياته علاقة الدولة فيه التزامات الدولة تجاهه التزامات الفرد تجاه دولته قانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام بس بناقش موضوع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بس بيحكي عن حالة الحرب يعني سواء حرب دولية أو حرب أهلية القانون الدولي للتنمية القانون الدولي الجنائي القانون الدولي للبحار اللي احنا درسناه أو الحدرس البعض معي اللي بتحدث عن المناطق البحرية المياه الداخلية الإقليمية المياه المتاخمة المياه الاقتصادية الجرف القاري أعالي البحار وغيرها من المناطق المائية وحقوق دول ساحلية وغير ساحلية عليها بتكلم كمان أو من ضمن الفروع اللي بتكلم عنها القانون الدولي العام القانون الدولي الاقتصادي القانون الدولي للفضاء فروع عديدة جدا لهذا القانون إذن القانون الدولي العام قانون متعدد الفروع هذا بالنسبة لأول خاصية هو قانون مرن ومتطور سريع التطور على عكس القانون الداخلي القانون الداخلي كل ما يحتاج لتطوير بده جلسة برلمان وتعديل في القوانين بينما القانون الدولي سريع التطور لأن العرف يعتبر مصدر رئيسي من مصادر القاعدة القانونية ممكن العرف ينشأ ويواكب حالة جديدة في المجتمع الدولي فينشأ عرف دولي كقانون يعني دولي ليعالج هذه المسألة على الفور واحد ممكن يتفزلك عليك كطالب قانون يجي يقول لك طب كيف انت بتقول هيك والعرف أصلا بده سنوات عشان ينشأ كيف بده ينشأ العرف ويواكب الحالة الموجودة بسرعة في حين ان العرف بده أصلا هو فترة زمنية عشان ينشأ بده تقول للعرف مش دائما بيحتاج لفترة زمنية طويلة هذا فهم مغلوط لأن العرف الأساس فيه أنه يحتاج لسنوات عشان ينشأ هذا الأصل لكن في حالات استثنائية ينشأ فيها العرف في غضون أشهر بسيطة اللي احنا بنسميه العرف الفوري البعض بسموه العرف الثوري من كلمة ريفليوشن بيقوله ريفليوشنري كاستم العرف الفوري البعض بسموه سوفاج كاستم او الفرنسيين يقولون عنه سوفاج كاستم او كوتوم اللي هو معناته العرف المتوحش ينشأ بفترة زمنية بسيطة عشان ينشأ بفترة زمنية بسيطة عشان ينشأ بقول قانون الدولي من هنا يتمتع بخاصية وهو أنه قانون مرن ومتطور القانون الدولي هو قانون رضائي والمقصود بأنه قانون رضائي بمعنى أنه الدول عندما يوجد هذا القانون فإنه يفرض عليها لأنها ارتضت بذلك يعني أنا ما عنديش سلطة تشريعية في المجتمع الدولي تيجي تقول لي أنه اليوم البرلمان الدولي سن تشريع بدو يلزم كل دول العالم فيش سلطة أعلى من الدول في المجتمع الدولي ممكن تفرض عليهم قانون معين وإنما في معاهدات تفرض على الدول لكن السؤال هل المعاهدة بتفرض على الدول ولا الدول باتفاقها بتروح تبرم معاهدات مع بعضها البعض طبيعي جدا الدول بتروح مع بعض باتفاقها تبرم معاهدات مع بعض البعض إذن عندما أوجدت هذه الدول القانون وارتضت به فإنها ارتضت بأن تخضع له بإرادتها الحرة إذن هذا القانون قانون رضائي لأن الدول هي التي أوجدت هذا القانون فتحتكم إليه برضائها وليس مفروضا عليها هذا على عكس المجتمع الداخلي الفرد لما بيحترم القانون في المجتمع الداخلي يحترم القانون الذي فرض عليه فرضا من المجلس التشريعي أو من البرلمان أو سمه ما شهد بحسب الدولة إذن هذا معناته أن القانون الدولي العام قانون رضائي وأخيرا ننتهي بنقطة وهي أن من خصاص القانون الدولي العام أنه قانون يختلف في مصادره عن القانون الداخلي حيث أنه لا يوجد في المجتمع الدولي حاجة اسمها التشريع الدولي بل يوجد لدينا حاجة اسمها المعاهدات الدولية لذلك القانون الدولي قانون يختلف بمصادره عن مصادر القانون الداخلي اللي حنتحدث عنها إن شاء الله خلال هذا الفصل الدراسي إلى هذا الحد ننتهي وشكرا لكم على حسن الاستماع وبتمنى منكم تتابعوا المحاضرات أول بأول بحسب ما هي مقسمة عندكم على المودل بحسب الأسابيع فتفقد دائما كل أسبوع المحاضرات اللي نزلت فيه على حدة وعندكم أي استفسارات أو استضاحات تركت لكم إيميلي موجود في إعلان عبر المودل بإمكانكم ترسلوا إلي أي أسئلة أو الاستفسارات من خلاله أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله